الالف مبدع هو مشروع بينتصر للثقافة ويرفع الوعي في محافظات الصعيد وتوجهات بتعميم التجربة بشكل أعمق في الصعيد خاصة محافظة الواد الجديد وكلنا عارفين ان محافظة الواد الجديد هي العاصمة الثقافية لمصر في 2023 الاهتمام بالصعيد والاهتمام بسينة بيتجسد في جانب الثقافة في مبادرة الالف مبدع المشروع بيحتفي أو بأنه هو بيقدم نمازج ونجح جدا في سينة لأنه تم إطلاقه هناك في يناير 2023 وبيحظى بدعم كبير من دكتورة نيفين الكلاني وزيرة الثقافة لتنمية الوعي عند الجيل اللي طالع وخصوصا في منطقة وسط الصعيد تفاصيل أكتر هنعرفها مع ضيفنا اللي منوارنا في الاستوديو النهاردة الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي أستاذ محمد برحب أحضرك معنا نوارنا نورك فانديم مساء الخير لحضرتك وكل المصر فكرة المبادرة أو المشروع المشروع الألف مبدع بدأت إمتى ونجحت فين واتنقلت بعد كده ألفين دلوقتي الحقيقة بدأت في سيناء الطيبة الجميلة العزيزة لما عملنا بعض المشروعات وزارة ثقافة في إقليم القناة وسيناء الثقافي تحديدا مبادرات يعني مشروعات ثقافة الوديان وخوافل الوديان والذهاب إلى تجمعات أهلين في سيناء لقيت أن في أولاد صغيرين وبنات عندهم قابلية أنهم يتعلموا وعندهم موهبة زي موهبة الرسم وإلقاء الشهر تحديدا يعني وموهبة الغناء ممكن والأداء الاستعراضي في بعض الأحيان وطبعا الأعمال اللي هي قريبة للنحت وقريبة للفنون التشكيلية فقلنا لا إحنا الكلام كده لازم له منهجية استأذنت معاني الوزيرة وقلت بعد إذنك حنعمل مشروع في أهلين في سيناء مشايخ القبايل قد كده متعاونين في هذا الأمر فأطلقنا مشروع وزارة ثقافة في شابل الجنوب سيناء الألف طفل مبدع الألف رقم حقيقي ورقم يقبل الحساب ويقبل التحدي كما يقال كده ليس رقما إعلاميا ولا فضفاضا من شمال لجنوب سيناء احنا عندنا فوق تقريبا ست مدن وتحت تقريبا من تسع أو عشر مدن بتكلم طبعا فوق شمال وجنوب سيناء الشيخ زويد وبير العبد والعريش وتحت طبعا أو في وسط سيناء في نخل وفي الحسنة ثم مدن جنوب سيناء من أول رصدر شرقا كده اللي احنا رايحين على بوزنيمة بورديس طاقة الطور يعني مشروع لقينا أن عندنا القابلية والإمكانيات عند البشر جميلة جدا معند ولدنا جميلة جدا في